مقر بدون ورق، اليوم معنا الأكاديمي ووزير الإعلام السابق الدكتور ساعد بن طفلة حياك الله دكتور في البداية شكراً أنا سعيد بوجودي معك الله يسلمك دكتور وأنا قلت أسولف معك بالتليفون قلت لي أن أنت مقاطع للانتخابات يعني وأنا قلت أسولف معك يعني شفت العلقة بالنسبة لي حسيتها شوي غريب كونك وزير سابق ومقاطع فأحترت ما سألتك دايركت بالتليفون قلت بس إلك أول شيء قبل ما ندش فيه مواضيع اللي اليوم نسولف عنها فشلون المعادلة صايرة هاري تكتور ما أعرفش علاقة أنت وزير سابق وعندك مثلاً رأي سياسي أو موقف سياسي أخوه يعني الوزير السياسي مو عيارة أو استيغمة تبقى لاصقة فيك أو لصيقة فيك طول العمر يعني يكون عندك رأي ويكون عندك موقف وهذا اللي حصل الحقيقة منذ أن حدث ما اعتبر نوع من الانقلاب الدستوري بما سمي بمرسوم الضرورة للسلطة الواحدة صحيح أنه حاولت السلطة شرعنة باللجوء للقضاء وأنا حقيقة أسفت كثيراً أن القضاء الكويت العادل أقحم في قضية سياسية ليشرعن موقف يعني طرف ضد طرف آخر وهذه الشرعنة أيضاً لم تكن جماعية بمعنى إجماع عليها لأن هناك أيضاً أطراف في القضاء العادل كان له رأي آخر وسجل هذا الرأي بعدم دستورية مرسوم الضرورة للصوت الواحد وبقي هذا الموقف وكنت أرى يعني ضمن آخرين الحقيقة بأن هذا سيؤدي إلى مزيد من الفرقة وتراجع في المسيرة الديمقراطية وفي الوحدة الوطنية الكويتية وها نحن نلمس هذا الشيء الآن آخرون تراجعوا قالوا يعني وش نسوي بعد نطاعك الزمان واللطيع أنا أعتقد هذا السهل ممتنع يعني موضوع أنه يصير فيه تفاهم حول كثير من القضايا تفاهم سياسي وطني بمعنى إجماع وحوار سياسي شامل لكثير من القضايا من ضمنها موقع الصوت الواحد لأن إذا أنت تراجعت عن هذا الموقف فكأنما أعطيت السلطة إجازة مفتوحة أو ترخيصاً مفتوح بأن يغيروا الانتخابات في أي وقت يبون والله ما عجبنا الدوائر خلاص نطلع مرسوم ثاني ونقسم الدوائر نخليها خمسة صوات عشر صوات عشرين صوت 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 واحد صوتين ثلاثة كيف نعم وهذه الحقيقة يعني مخالفة لمادة 71 لواضحة تقول أنه ما يصدر قانون إلا مجلس الأمور مراسيم الضرورة وموضوع آخر شن الضرورة بأنه تتغير ناهيك عن أنه إلى جانب مخرجاتها اللي ما هي غائبة عن أي فطن وأي مخلص يعني كويتي بتعزيز الفرقة والقبلية السياسية والفئوية السياسية والطائفية السياسية هي أيضا غير عادلة يعني مو معقولها يعني دائرة مثل الدائرة الثانية فيها 64 ألف ناخل يطلعون عشر نواب ودائرة مثل الدائرة الخامسة فيها 166 ألف ناخل طلعون عشر نواب يعني الصوت عن ثلاثة صوت هنا بين العدالة في ذلك يعني ناهيك عن أنها مخالفة دستورية صريحة لمادة 29 التي تقول أن الناس سواسية معامل القانون وين السواسية معامل القانون؟ دكتور ليش ما تشد داخل ناس في عندهم الأقوة ولا الناس يقولون أن الكنال ما قاعد تقول لك كلها صحيح؟ ليش ما تتغير القوانين هذه من داخل المجلس وداخل قبة المرلمات؟ صحيح يعني هذا الرأي أنا لا أخونه بالمنحسبة يعني لكن أنا أقول أنه إذا كنت مقتنع بأن هذا الوضع خاطئ المساهمة فيه هو مساهمة في هذا الخطأ وهو خطأ يقترب من الخطيئة الحقيقة وقاعدين نلمسهة الآن يعني هذا الزمن بهكذا ببرلمانات ونواب يعني اسلوب مضحك لا يليق بهذا الشعب الكريم وبالقيادة الكريمة للشعب الكويتي وبدستور دولة الكويتي يعني لذلك أنا قلت رأي يعني ودائما أنا حتى في قناتي يقول قلت رأيا ودمتم يعني ولا أزال عند هذا الرأي وأعتقد بأن من الخطر استمرار هذا الأمر ما هي كان أنه طبعا يعني أنا بحاجة لأصلاح سياسي شامل يعني يبدأ مول قصة الآن صارت الصوت الواحد ولا الدوائر صار الآن إعادة النظر في التصويت تقليل سن ناخب لأنه ومعقول أنه أنت هذا الشاب اللي أمرك من 18 سنة وهو مسؤول قانونا وكامل الأهلية قانونا لكن ما يحق لي صوت التصويت 21 ليش واحد عشرين يا في فيه فالمفروض الشباب يصوتون من عمره 18 ناهيك عن أن التسجيل نفسه والنقل وكذا تشرف عليه وزارة الداخلية وكلنا نعرف عن الوزارة الداخلية شو أن تبقي انتخابات نزيهة في وزارته وقع تتجسس على الناس والذي تجسسوا على الناس بره والذي قالوا على اللي تجسسوا على الناس بالسجن يعني فيه وضع مو طبيعي الحقيقة صح فرغم هذا أنا متفائل بس شون نوصل الحق الهدف أنا آسف مقاطعة وقاطعتك بس شون نوصل الهدف اللي احنا قاعد نتكلم عنه والهدف المرجوهني أن نحن تم عندنا عدالة تم عندنا تعديل للنظام الانتخابي عن طريق المقاطعة فهمت غزيتك نعم شوف يعني أنت أول شي لا بد أن تقاطع وضع خاطئ وضع الخاطئ حين تقاطعه هو تدعو إلى المقاطعته تعزله تعزل هذا الخطئ ويصبح يعني قلة فقط هم الذين يمارسون مثل هذا الخطئ وساعتها أنا متأكد يعني القيادة السياسية الحكيمة ومثلة باسمه الأمير وكذلك أود أن يكون لديهم آذان للناس يعني إنه تعال إذا شديده مو حلوة بعد الانتخابات قاعد يشارك فيها 20% حتى لو زودنا شوية بالأرقام مو ألوية يعني صراحة لنا يعني فخلونا نشوف وين الخطأ وين ممكن يكون في حوار حول إصلاح سياسي وانتخابي كامل وهذا الإصلاح يتطلب أيضا بضرورة بتعزيز استقلالية الغضاء الكويتي العادل للإشراف على انتخابات وجود هيئة عليا مستقلة وأيضا يعني وجود مراقبين دوليين شو المشكلة يعني إذا أنت انتخاباتك تكون نزيهة شو المشكلة يعني ترى على الفكرة أي انتخابات نزيهة في أي دولة متقدمة بين قوسين ديمقراطية أنت تسجل لهم وتقولوا وأنا فيصل وسعد بن طفل اسمنا مجموعة فيصل وسعد نبينا نشرف على انتخابات تفضل تعليم نبينا نضايح انتخابات تفضل روح ماكو مش قلية ليش لأنه ما عنده شيء خاف علي أو لا أنتو تبعو إشراف دولي شككوا بإي إيوبا شكك بصراحة بنزاهة الانتخابات يعني أنا خطت الانتخابات مم معقولة بس تعطيني رقم تقول انت هذا ترتيبك هلون وين الصناديق وين الهذا وين وبعدين مم معقولة كل انتخابات قاعد يصير فيها طعن وقاعد يصير في تغير في المواقع في الترتيب مم معقولة صار لنا حين حوالي ثمن مجالس قاعد يحل شن دكان مو برلمان مم معقولة أنه يحل قانونا وقضائيا أكثر من برلمان لأنه والله في خطأ حكومي وخطأ بالمرسوم هذا عبث بصراحة يعني ممو صلاح ماه نية للإصلاح فبالتالي أنا أرى بأن واجبي أن أقول للناس يا جماعة هذا اللي قاعد يصير يعني أنتم بتشاركون بهذا الوضع الخاطر في حديث عن شراء الأصوات وعن بيع الأصوات وعن فتح وزارات وتسكير وزارات حق مرشحين معينين فهذا الوضع لا يجب أن يستمر أنا أتكلم نحن عن إصلاح سياسي لم تعد المسألة مسألة الصوت الواحد في مسألة توقع دكتور في وائد ناس قاعد يقول محتاجين للعمل الجماعي يعني فيه ناس قاعد يقول حتى لو إذا صار صوتين أو الأربع أصوات ليل حين اللوائح يعني ما تساعد للعمل الجماعي داخل البرلمان في عندك رأي في هذا الموضع طبعا أنا أعتقد أن يعني هما تايما أصحاب حجة صوت الواحد يقولون أن معمول فيه في كل مكان وان مان وان بوت بس وان مان وان بوت مو حق واحد مرشح واحد دائما تكون حق قوائم أو حق أحزاب أو حق يعني لما يكون فيه مرشحين اثنين بس يعني أنت وان مان وان بوت بس لم يكون عندك خمسمائة مرشح مثلا في خمس دوائر أنت بحاجة إلا أن يكون هناك قوائم يعني سياسية وهذا القوائم أيضا لا بد أن يكون لها ضوابطها يعني ما يصير تحط لي قائمة قبيلة ولا قائمة طائفة ولا قائمة دينية ولا تقوم على العرق ولا على لا قائمة كويتية يعني من المواطنين الكويتيين يعني في الدولة المدنية هذه الحرية هذه مو حرية ممنوع ما في أي دول يعني هذا يناقض فكرة الدولة المدنية التي تقوم على ثلاثة أضلاع حدود سياسية وقانون يتساوى أمامه المواطنون مواطنون مو أشياء السنة البدو الحضر ما يشن ولكذا تسوي قوائم على أحل أساس لا لا يسن فهذا هل يعني هل خنافضت الحين سوينا قوائم في ناس تقول لك فيه شانس كبير ولا في ممكن أن يكون فيه تنظيم طائفي قبلي عائلي فيه طريقة تنظم هذه القوائم يعني بطريقة عملية ولا نحتاج أن يكون فيه ثقافة عندنا حتى يكون عندنا قوائم يعني شنو الحل العملي يعني لهذه الأمر لا يعني مسألة بسيطة يعني مثل ما قلت لك الدولة المدنية الحديثة اللي عمرها يعني بداية تشكيلاتها من وستفاليا 1774 76 وبداية تشكيل الدولة وليس الأمة قبل يعني من بين تشريم لها لمية لا الحين صار فيه الدولة الحديثة هذه الدولة الحديثة مثل ما قلت لك لها ثلاثة طلاع صح حدوث سياسية وقانون وقانون يتساوى أمامه المواطنون وبالتالي أي تنظيم يقوم على أساس عرقي أو طائفي أو لون أو دين أو كذا هو يناقض هذه الفكرة صح فكرة هذا التحيش وفكرة الدولة المدنية الحديثة من هذا المنطلق يعني تستطيع أن تضع تشريعات لكيفية وضع هذه التجمعات أو التنظيمات السياسية ليش لأن نحن مبعدين عن اللي قاعد يصير ما كان في لبنان وكذا واضح هذا حزب الله شيع أمل شيع الاتحاد الإسلامي أخوان مسلمين التقدم الاشتراكي دروز الكتائب موارنة مسيحي موارنة طيب يعني وهذا هو الذي أدى لتمزق دولة جميلة مثل لبنان فأنت ليش يعني تعيد الكرة نفسها مرة ثانية وتعتقد بأنك ممكن أن تصير أفضل من غيرك إذا سمحت بتنظيمات تقوم على أساس الدينة والقبيلة والعرق والطائفة وكذا تقوم مفوضة على المواطنة وهذه مسألة مهمة لأن هذا البلد الصغير يعني اللي في بحر متلاطم من الاقتتالات الطائفية والفئوية والدينية والعرقية والقبلية وغيرا مثل ما نشهد اليوم يعني هو عماده الحقيقي في إنقاذه كان وحدته الوطنية عام 1990 صح يعني لو الكويتين تمزقوا فقالك لا والله هذا صدام سنة نحن بروح معاك سنة أو العكس مثلا أو يعني مثلا قالوا والله ما يخالف خلي احتلال عربي خلي يحترنا وتمزقوا بهذا لا وقفوا وقفوا وقفت رجل واحد كمواطن كويتين صح كمواطنين كويتين تناسوا وتلاشت كل هذه الفروقات طبعا أنا ما أتكلم بمثالية يعني بالأخير كل مجتمعات الدنيا ترى على فكرة فيها أديان وطوائف وعراق وكذا يعني ما في مجتمع يعني تكون زوج وزوجة راحة وفي جزيرة غير مأهولة بالسكان وتزوج وتزاوج وتكاثر وصار ريالها الريال وها المرأة وصار الدولة هالريال وها المرأة ما لكن هناك شيء في عالم اليوم اسم التعايش السلمي هذا التعايش السلمي بحاجة إلى ضمانات هذه الضمانات هي قوانين الدولة المدنية قوانين الدولة المدنية تفترض مسبقا أن أنت لا يصير تسوي تنظيمات سياسية لعمل سياسي لتشريعات سياسية لهيمنة سياسية تقوم على أساس طائفتك ضد الطائفة الأخرى أو قبيلتك ضد القبائل الأخرى أو فئتك ضد الفئات الأخرى لأن هذا هو هذا هو المكون أو الأساس ingredient يعني لتفجير هذا المجتمع أو أي مجتمع كان يعني أنت الآن اللي قاعد أحاول أفهمها منك دكتور أن خينقول لتفكيك هذا النفس وهذه النوع من الممارسة اللي كانت الطائفية والقبلية اللي الآن قاعد تخترق المجتمع وتأدي إلى اختيارات حتى سياسية ممكن تكون يعني على خينقول يعني على أسباب طائفية وقبلية مثلا لتفكيكها بالطريقة خينقول السلمية والحديثة عن طريق القوانين يعني ممكن ندعم القوانين نفعل القوانين هذا اللي عدا حول فهمني شوف لعلي حسب علمي يعني كنت أول مرشح رفض الانتخابات الفرعية القبلية من 92 بلجهة رأيها ثم أتى بعد ذلك بست سنوات قانون يجرم الانتخابات الفرعية فهمت قصدي يعني على ضوء أنت لا تجرم فقط هذه الممارسات يجب أن تجرم كافة الممارسات السياسية وتمنعها وبعدين أنت لست بحاجة إلى عادة اكتشاف العجلة يعني في آخرين يعني أنت مثلا تقول والله حرية أنا بألمانيا دولة ديمقراطية بسوي الحزب النازي الألماني لا أخوي ما يصير لأن الحزب النازي الألماني يقومح لأساس الارق وبيناه ارق فوق العراق الأخرى والباجين ما تصير هذه ما فيها عدارة مساواة وبالتالي أنت ممنوع من مارسة السياسة كحزب نازي عدت بتقول لي أنه فيه عنصريين في آخرين أي فيه أي بتقول لي أنه فيه عنصريين ضد السود في أمريكا أي فيه بس ما يصير تحط أنت هؤلاء الذين يسمونهم مثلا البيض التفوق العرق الأبيض في أمريكا أنه يصير تنظيم سياسي يخوض الانتخابات ما تصير ما تضعفهم كثر ما تقدر ومع الوقت هذا صراع سرمدي يعني لكن مثل ما قلت لك نحن مو مثاليين نحن لا تعتقد أن بس يصير فيه قوانين كذية خلاص سنصير كلنا حلوين وزينين وحب بعض ومتساوين لا طبعا ستبقى هذه الفروقات لكن الدولة الحديثة والمدنية التي تنشد التعايش تضع قوانين تحاول أن تحد من الفرقة والتمزق داخل المجتمعات والتمييز داخل مجتمعاتها يعني ومثل ما قلت لك يعني ما فيه مجتمع مثالي يعني لكن يعني كل المجتمعات تنشد أن تطور نفسها يعني ولا تعتقد أن في يوم الأيام تقول آه أي والله تأدي شون هذين النرويج صاروا مدينة الفاضلة لا كنا نذكر مثلا قبل شمسنا أن نرتكب واحد أبيض مذبحة ضد الحزب الاشتراكي الليبرالي النرويجي لأنهم ينادون بمساواة مع الآخرين والمهاجرين وخلافة وكذا راح ارتكب مذبحة دول نرويج ما أتوقع هذا أو في أستراليا واحد يروح يباح المسلمين في نيزيلندة بالمساجد وكذا فسيبقى هذا النفس ستبقى هناك ناس تعتقد أن والله قبيلتها أحسن من القبال الأخرى والأطائفتها هي اللي ناجية من النار والباجين كلهم رأيحين حق النار والديني أنا هو اللي صح والباجين كلهم رأيحون جهنم أو عرقي أنا والله متفوق على الآخرين سيبقى هذا الشعور يعني لكن على فكرة هذه مصطلحات حديثة يعني أقصد بحديثة أنها في القرن العشرين إلى قرن الماضي مصطلحات السلم العالمي التعايش التعايش الاجتماعي التعايش السلمي التعايش وكذا يعني ما كانت موجودة في أدبيات البشرية من قبل يعني شنو كان ما كان في يعني هذه المصطلحات التعايش الحديث ومساواة الإنسان بالإنسان شوف دولة مثل الهند رغم كل مثلا الحين يحكمها واحد عنصري برأيه بي جي بي هذا مودي من الحزب الهندوسي صح لكن رغم هذا شوف بسبب يعني مدنية الدولة وعلمانية الدولة في دولة مثل الهند شوف مثلا القفزات الحائلة الاقتصادية التي حققتها وشوف أيضا رغم كل التي تسمع أحيانا من اعتداءات على المسلمين أو على العراق معين تتكلم عن مليار وربع متعايشين إلى حد هائل وكبير سيبقى هناك عنصري يعني العنصريون هم الذين يحدثون الحوادث العنصرية الطائفيون هم الذين يشعلون الحروب الطائفية ليست الطوائف يعني سيبقى هناك دائما طوائف وأديان وعراق وألوان وأرناق على قلتهم وكذا هذه طبيعة يعني لكن كيف تستطيع أن تشذب هذه المشائر وهذه الفروقات التي تحولها إلى تلاوين بدلا من أن تحولها إلى أسباب الفروقات والتناحر والأتتال وعدم الاستقرار أتوقع أنا كنت بأخذ موضوع المقاطعة في البداية صراحة بحيث أن أنا حتى عطيت إياه في البداية قلت كيف وزير وزير سابق ويقاطع لأن مهم بالنسبة لي أن الناس تفرق بين إذا كان لدي دور حكومي يظل رأيها الخاص في ظل أي ظرف بعدين أنت تكلم عن أن أنا كنت وزير متى قبل القرن الماضي قبل ألف سنة دينها صهور فالقصد هو أن أوكي يعني الوزارة وظيفة عامة خوف مو زواج مثل ما يقولون بالمثل الشعبي بالشام زيجة نصارى مثلا يعني زواج كاثوليك لا يعني أنت عمل يعني وظيفة بالأخير تركت هذه الوظيفة تذهب لوظيفتك الأساسية التي هي أسبب جامعة صح ويبقى تبقى إنسان برأيك وبالمناسبة أيضا لما كنت وزير خرجت احتجاجا على مثلا سياسات حكومية وقدمت استقالتي يعني لا تعيبك صح ما عندنا مثلا حزب والله أنت حزب البعث العرب الاشتراكي ليش تطلع عند الحزب ويصفون وكذلك ما أقول شيء بالكويت وهذا الحقيقة لازم نحافظ عليه وإحنا أيضا أنا دائما أحث الشباب على أن لازم يذكرون هذا الشيء طلبت يكلمهم دائما أن هذه الميزة اللي عندنا ككويتيين هي اللي حقيقة يجب أن نفخر فيها ما أعتقد تعطينها زويدة على قولتهم وعلى الآخرين يعني بس دائما أنت لابد أن يكون لديك شيء تشعر باعتزازك فيه وهذا القدرة على تعبير عن رأيك بحرية بكذا ويحزني الحقيقة هذه التراجعات في الحريات والقوانين القرقوشية المخزية التي تناقض الدستور وتناقض مبادئ الحرية التي تسمى قانون الموسيق وقانون الجرائم الإلكترونية هذا محزن للحقيقة ومؤسف شيء محزن ومؤسف يعني دعي بأنني كنت صوتا ولا أزال وسأبغى صوت لدافع عن الكويت بس كان عمادي في الدفاع عن الكويت هو أن الكويت بلد العربي الوحيد ما في سجين رأي وما في مشرد سياسي ولا لاجئ سياسي ما أقدر أطلع الحين أمام فضائيات ولا أمام وسائل إعلام عالمية وقال نحن دولة ديموكوية هذا مو صحيح صحيح ما تقدر تدسع العالم يعني الذاكع البشر ناس تدري أنه في ناس لأنها غردت تنسجنت صحيح مو معقولة بعد يعني واحد غرد نحكم السجن نحاش وطلب لجوء سياسي صحيح هذا هذا مو لكويت لازم يكون فيه مراجب وهنا يعني عيدك إلى أن القصة مو قصة مقاطعة انتخابات فقط نحن فعلا بحاجة إلى إعادة حسابات قلت إصلاح شامل نحن إصلاح سياسي وانتخابي شامل وأنا متفائل متفائل بوجود نواف الأحمد مع يعني حفظ الألقاب اللي سموه يعني لأني أعرف هذا الرجل وكثيرون يعرفون مدى حبه لهذا البلد ومدى شعوره بال يعني الحنين الأبوي أنا الحقيقة ما أنا وزير العام عشان أقعد أقول والله قاعد أنت تنافق ولا أطمح إلى موقع يعني رسمي أو وزير أو كذا أو وزاري أبدا متشرة فيك بأي موقع الله يسلم لكن حقيقة يعني من يعرف نواف الأحمد كما ذكرت مع حفظ الألقاب لسموه لابد أن يتفائل لأن هذا رجل خير رجل خير كما يقولون بالإنجليزية He's a good man صراح He's a good man وقد ساوي أنا حب لغاتسيود أول ما أعرفت أنه حالتان بعد قد ساوي إذا انت فائلت أنا شوي الله يسلم حين ندش أنت ذكرت موضوع الوزارة فإحنا ندش صراحة اليوم نتكلم عن الإعلام بشكل عام عندنا اليوم دكتور صالفة إعادة هيكلة وزارة الإعلام أم إلغاء وزارة الإعلام أنت أذكر يعني اللي فهمتها دكتور ما كنت صلح لي في مقالاتك ولقاءاتك فهمت أن أنت كان ودك أصلا تلغي وزارة الإعلام وأنا طبعا ما عندي تجربة عميقة بالإعلام نحن تهونا شباب صغار وأنا عندي رأي هذا لكن أنا ماني صاحب تجربة وودي اليوم أسمع منك شنو هذه الفكرة وشنو خنقول أهداف الفكرة هذه حتى أذكر واحد من الشيوخ الكبار وقتها الله يذكر وخير قال أحن أحطك وزارة تلغي وزارة بضلط هي فكرة وزارة الإعلام فكرة قديمة وشمولية وأتت مع الأنظمة الشمولية في وقت كان فيه إمكانية إلى أن تتوجه الرأي العام الدول الشيوعية بالدولة الأولى وشمولية الإعلام في الدول النازية جوبلز كان أشهرهم توجه الأنظار ووجهات النظر والرأي العام وتسيطر على المعلوم وهذا فعلا أصبح حديث قديم يعني ليس بحاجة لعبقرية لكي تعرف أن هذا الشيء أصبح خارج إطار الزمن فلما وجدت أن هذا العالم يتجه فيها أو يعيش في غمرة هذه الثورة الرقمية اللي بمناسبة نحن لا نزال حتى مو على العتبة الأولى يمكن نبن خطي العتبة الأولى في مداخل هذه الحقبة والعصر تعرف يعني العصر الحجري والعصر الجليدي والعصر الصناعة والعصر الصناعي وكذا الحين العصر الرقمي وتونى ببداياته هذا العصر الرقمي هو الذي يعطيك هذا الطوفان من المعلومات بمخباتك وزارة علام متنقلة بهالجهاز اللي تعطي مخباتك الجهاز الحاتف الذكي فكانت الفكرة أن أوكي يعني أنت بتضع نوع من الضوابط واللوائح والقوانين عبر هيئة عليا الإعلام والإذاع والتلفزيون اللي تقول فيها الرأي الرسمي للدولة وهذه الضوابط بتضبط لك مثلا خطاب الكراهية وخلافة مثلك مثل آخرين يعني في كل دول العالم من الهند مرورا بفنلندا إلى بلجيكا وكندا عندهم ما يسمى hate speech laws يعني ما يصير أنت على أبو الله حرية تقعد تسيب فيصل ولا تسيب هلا ولا تسيب طائفة موجود عندنا هالقانون يسوي قانون الوحدة الوطنية تالي يعني بس هذا الوقت أقول لك لما كان هذا رأيه يعني والحمد لله أنا أدعي بأنني ممن دفعوا بهذه الفكرة كثيرا يعني وضعت لها مسودات وكذا اللي هي قانون الوحدة الوطنية يسمون قانون الوحدة الوطنية بس هو قانون تجريم خطاب الكراهي دكتور أنت يعني أنا تميل إلى الفكر خنقول حتى الناس ما يحبون يسمون بهذا النوع من الفكر اللي هو الفكر الليبرالي اللي هم يدافعون عن الحقوق والحريات وعندهم هالتوجه هذا شلون هذا يركب مع سالفة خنقول الهيت سبيتش ونحن نسوي قانون يمنع نوع من الحرية خنقول نعم شوف هذا مأزق أمريكي مو مأزق كويتي نعم نعم في موضوع المصطلحات الليبرالي وغيرها أنا كتبت كتابة باسمه نحن صياغة الخطاب المدني ورقة موجهة للشباب حول هذه المصطلحات فأنا الحقيقة لا أدعي بأني الليبرالي لأن الليبرالية واسعة نطاط المفهوم من اقتصادي إلى سياسي إلى اجتماعي وخلافة لكن أدعي بأني مدني لأن في الكويت هناك ممارستين للسياسة إما مدني وإما ديني فأنا مع التيار المدني ولست مع التيار الديني السياسي حتى في انتخابات كانت شنو مجموعتكم كان في اسم نزلته فيه أو التيار المدني أو شيء مقارب أنا كنت قاعد أرى لك مقابلة مع تركي الدخيل مضلت العمل الكويتي وقتها بس كان فيها اسم مدني أنا كنت لخبطت شوي ايه التيار المدني أنا لا أزال من دعاة يعني توحيد التيار المدني مثل الأسف يعني هو شذر مذر فعودة إلى سؤالك في موضوع الهيت سبيتش صحيح يعني فيه أين تضع الخط الفاصل بين الحرية وبين التعدي على الآخرين هذه أزمة ستبقى يعني مستمرة صح لكن الأصل في الأشياء هو أنه يفترض أن الإنسان حر فيما يقول يعني في قوانين أقولك كثيرة تجرم لدرجة أنه سجنك صح دولة مثل بريطانيا لما راح لها أتذكر اسمها الحين نائب هولندي عنصري ضد الإسلام ولمسلمين زير خست لكن لا أعرف اسم لا أعرف المهم أن مطار هيترو رجعوه رجعوه نعم رجعوه وقال أنه هولندي لا يحتاج للا فيزا ولا دول ربية صح يا الأخوي لماذا؟ قال وزير الداخلية لماذا؟ قال هذا أنت تدخل ضمن قانون درع درع الإرهاب كيف؟ قال أنت تثير خطاب كراهية وإحنا ضد المسلمين وإحنا جزء مجتمعنا مسلمين وكذا ردوه ورفع قضية ووكل محامي وحكم له القاضي بدخول بريطانيا شرط أن لا يلقي أو يعمل نشاطا عاما أو يلقي محاضرة عاما يديش بشكل شخصي يديش بشكل شخصي لماذا؟ الدول تحرص معقولة بريطانيا تطرد واحد هولندي عشقر شديد صحيح لا عضوا بعض بالاتحاد بالبرلمان الهولندي يعني وحصانه ومدرشينه وكذا يعني الدول تحرص على أنها تحافظ على وحدتها الداخلية صحيح بمثل هذه القوانين يمكن أمريكا استثناء عندهم Defamation Law ليش؟ لأن عندهم ما يسمى مادة ثانية من دسول Second Amendment وإذا تضررت توجيه للقضاء وتثبت أنه بفعلا وقع عليك ضرر نفسي أو مادية أو جسدي أو بدني أو غيرها فأكيد سيبقى دوما هناك هذا الصراع بين أين تضع الخط الفاصل بينما هو حقك في النقد وبينما هو تعدي على الآخرين يعني كيف أنت مثلا تعتقد بأنك تعديت على مشاعر الطائفتين السنة والشيعي إذا قلت أن اللي حصل بين علي ومعاوية كان صراع السلطة ما هو قصة الحق وباطل يعني يمكن هذا يستفز ناس كثيرين أنا كنت أعيك بالسؤال إلى أي مدى إلى أي مدى أنت فعلا قلت خطاب كراهية ضد الآخرين بطب أو إلى أي مدى أنت فعلا قلت رأيا في أحداث سياسية تاريخية عرف شون هنا يعني في أزمة في مشكلة ولذلك توضع هذه القوانين وتأتي أمام القضاء لتلجأ إليه كمتضرر وتثبت أن أنا فعلا ضررت من هذا الكلام اللي قال فيصل كمسلم ولا كشيعي ولا كسني وخلاف زيحة ما تشوف دكتور إحنا بشكل نسبي خنقول إن إحنا كمجتمعات عربية مجتمعات حساسة شوي من آراء الناس يعني لبعضها إنه ما في تقبل وشن الحلول أنا أشوف إنه يعني لما أطلع بره الناس شوي والله يعني صدرهم مسيع بآراءهم ضد بعض يعني بس إحنا منيين تكلم ضد بعض ناخدون الموضوع بشكل تقريبا شخصي أو إنه مستفز شوي وهذا ممكن بس قعد يقول راية يعني صحيح يعني شوف هذا يمكن جرنال الحديث عما يجري في هذا العالم اليوم من هذا الطوفان من الكم اللي يأتيك في هاتفك الذكي من معلومات ولاحظ إن الناس ما تمحص وأعطيك أمثلة يعني نعيشها هاليومين من اللي قاعد يأتيك من برودكاستات ولا بودكاستات ولا أسمها ما تشاه فيديوهات ما دي شنو وكذا وإنتدزها وعادة الناس لا تمحص ولا تريد وممكن أبث عنك شائعة وأنسبها إلى مصدر أقول مثلا والله فيصل في الموضوع الفرغاني وأنسبها إلى قناة كذا يعني قناة مشهورة مثلا قالت شديد وأراهن على أن من سيقرأ عن فيصل هالشائعة اللي أنا طلعتها عليه ما رح يروح حق هالقناة تشيك فعلا قالتها ولا ما قالتها وحتى لو تشيك بيكونون شوية اللي يكره فيصل رح يجزها صح اللي يحب فيصل يمكن ما يجزك نعم معقول اللي يعرف فيصل يقول لا معقول زين فينطبق فيها المثل الشعبي اللي يقول على هوا القلب تمشي القدم على هوا القلب تمشي الجدم يعني إذا تود اللي يعاج بك ويتماشى مع هواك لاحظ إن يكسرون خاطر أحيانا يعني طالعوا دازين لبول بوغبا لاعب يونايتد بعد أزمة الكاريكاتيرات في فرنسا وكذا والدعوات المقاطعة إن قرر وكاتب دازين فيديو بفرنسي وحاطي لترجمة إن قرر إن ما يلعب منتخب فرنسي صح أسمع أنا عرف فرنسي طالعوا لا أقال شديد وإلي قال إن أنا أحترم الأديان أنا مسلم أحترم الأديان الأخرى وأتمنى أن الآخرين يحترمون ديني زين ليش مبثوا جاني من أكثر من طرف لأن هذا يتماشى مع مشاعر أكثر من كونه يتماشى مع واقع تلقى مثلا يتزول لك إن فلان عالم كذا في زيائي أمريكي يشوف أسلم وتحول الإسلام أنا أكثر خاطري هذي ليش لأن أنت بحاجة لأن هذا يسلم عشان تعزز عشان تقوي مانك وبعدين تخسر مزينة إن في واحد تحول الإسلام بس في ملايين ما تحولوا يعني إذا القصة مقارنة في ملايين العلماء فإذا القصة مقارنة ليس لصالحك أنا أشعر بين هذول يعني فعلا يكسرون خاطري بحاجة إلى تعزيز إيمانهم فيجبون لك هذه القصة ويتناولونها ويبثونها وكذا وغالبا أو أحيانا تكون أصلا لا أصلى له مو صحيح يجيك مثلا المقال كاتبة فلان فلان والمقال كذا مش عارف هشو تقرأ وطالع ولا من هو فلان أو يعطيك مثلا رابط له الدشعة رابط نفسه ياما يكون مثلا مموجود ياما يكون أوكي رابط موجود مجهول لا يزال مجهول ففي مشكلة الحقيقة بس إحنا بالذات يعني كثقافة وتراثنا يقوم على الرواية لا يقوم على المكتوب كله عن فلان عن فلان كل هذا التراث اللي عندك قائم على الرواية وبالتالي صدقية ما قد يأتيك هي في العقل الباطن مالك موروثة على مدى 1500 سنة ولذلك أنت ليس لديك هذه الفلترة الذاتية لما قد يأتيك أنا حيل حساس وأقع فيها خطاء في نفس الوقت ويا مخطاء ويا مدى الزيت وأنا والدتي قاعد أحاول يعني تقرأ أخبار الله يحفظها فأقول لها لا يعني شوف تحقيق من المصدر تأكد إنه هذا مصدر نقدر نعتمد عليه فتيب أخبار لذلك أنا هذا السؤال اللي يعيد دكتور على نفس الموضوع تقريبا الحسابات اللي موجودة حسابات الأخبارية اللي موجودة في في قنوات التواصل الاجتماعي هذه مو منظمة يعني أنا أنا قاعد أفهمها إنه فيه أي واحد ممكن يسوي له مثلا أخبار الدكتور سعد بس أنت تسير عندك حساب وتبث فيه الأخبار والناس تسوي لك ممكن دكتور أنت مؤهل فيه ناس مثلا يون أنا بس أني أنا يسوي حساب أنا مثلا مو مؤهل أنا يكون عندي حساب أخباري هل هالعملية مفوضة تنظم لأنه أنا اللي أفهمها وانت تعديلي دكتور أن الخبر لها طريقته سيقته يتحققون من المصادر قبل ما يذيعونه فالحين قاعد يسير فيه تداول أخبار اللي يسمونها فيك نيوز بعض المرات تكون مزعجة منها الإشاعات منها بس يبيحط خبر لمجرد خبر فأبي عارف راهيك بهالموضوع كون اليوم إن شاء الله موضوعنا أكثر راح يكون عن الإعلام يعني فعلا أنت أمام ظاهرة جديدة ولا تعتقد بأنك الوحيد اللي قاعد يواجه هذه الظاهرة العالم كله الآن بحاجة لو تلاحظ حتى تويتر قامت تحط شسمه قامت تحط تنبيهات قامت شي لحسابات أنت أمام شيء جديد وأمام مثل ما ذكرت لك طوفان هائل من المعلومات والأخبار والفلترة هذه بحاجة إلى يعني أولا مدة ما رح تصير بيوم وليلة يعني تخلق ثقافة جديدة وكذا ثانيا سيكون هناك تشريعات عالمية أنت مضطر تلتزم فيها والمشكلة أن العالم هذا كيف يمكن له أن يلتزم بتعليمات أو بقوانين دولية حول لنقل الخلاعة فما تراه أنت خليعا ما يشوف الهولنديين خليعا صح المشكلة الثانية هي في يمكن البشرية كلها تجمع على أنه يعني تصنيع المخدرات وتصنيع القنابل وكذا على النات وهذا يعني ممنوع نصر بس أنت أمام أزمة ثانية حول مثلا يعني الأخلاق هي ثلاث أشياء عادة التي تسبب الجدل بين الإنسان وفي كل الحالات يعني في كل أحوال هي الدين والسياسة والجنس الدين والسياسة واضحة دكتور الجنس شمال كل شيء يتعلق بالجنس يعني حتى مثلا في الترجمة لما ندرس ترجمة الطلبة أقولهم دائما ستجدون حساسية سياسية من الموضوع السياسي ستجدون حساسية دينية من أي موضوع ديني قد تترجمه أنت وستجد حساسية يعني أخلاقية واجتماعية مجتمعية مما تراه أو تترجمه بالجنس يعني نفترض بأن هناك مشهدا في رواية يصف بها الروائي مشاهدة جنسية لمطارحة الغرام بين الحبيب وحبيبه أبطال هذه الرواية وحبيبته مثلا وبتفاصيل كيف ستترجمها إلى اللغة العربية إلى أي مدى أنت بتضع من هذه التفاصيل يعني بحيث أن أنت وصلت إلى وصف لي مشهد خلاعي أم لمشهد غرامي ورومانسي يعني أين بتحط أنت الخط الفاصل بين الأثنين يعني ففيه مأزق الحقيقة يعني بس هذا مأزق يعني منذ الأزل يعني قائم بينما نعتبر الصح والخطأ يعني ودائما أقول أنا أن الإنسان الذي يأنسن الإنسان هو الفجوة التي بين القول والفعل سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد المجتمعي شنو يعني؟ شون يعني تقول أنت لا تجذب بس منو فينو ما يجذب أو الضر يجذب أو شذب أو كذا أوكي يمكن ما أحد في واحد ما يجذب كل بس لا تشرب زقاير بس يمكن في واحد شرب زقاير زين أرشلون أو لا تشرب خمر بس يمكن في ناس تشربه ناس كذا أرشلون نفسه هذا الذي قال الذي يعظ يعني يمكن هو سوى هذا الشيء فالقصد شنو أن لا يمكن أن يتطابق قولك بفعلك تطابقا تاما وإلا تحولت إلى ملاك وليس بيننا ملاك أو إلى آلة ونحن لا نتكلم على الآلات نتكلم على البشر لكن الصراع السرمدي هو دوما في محاولة تقليل هذه الفجوة بين الصح والخطأ يعني أنت كإنسان دائما تحاول قدر الإمكان أنت كن إنسان زين بس لا يمكن إلا أن تبقى هذه الفجوة التي تجعل منك إنسانا طبعا كلما ضاقت هذه الفجوة كلما كنت أكثر انسجاما مع ما تقول يعني مع نفسك كلما صار الشقعود صار الشقعود يعني كلما تضحت أو تسعت هذه الفجوة بين القول والفعل كلما عشت أنت كإنسان أو كمجتمع حالة من الازدواجية الشخصية وسكتسوفرينية يعني الانفصام في الشخصية أنه يقول شيء ويسوي العكس تماما في كل شيء يسوي بالتالي هذا مريض يعني بحاجة إلى علاج وهذا الكلام ينسحب حتى على المجتمع شكثر إحنا مثلا نتكلم عن الأخلاق والحرية والتعايش والمدريش والكذا بس يلقى هذا نفسه يتكلم عن التعايش طائفي أو يتكلم عن التعايش قبل يتكلم عن التعايش يلقى فيأوي عرش شون بس ما في واحد يعني علنا يطلع ويقول لا احنا الكويتيين الشيعة المفروض ان احنا نذبح الكويتيين السنة لا ما يقول لا ما حد يقول علنا شذي بس يمكن في آخرين ودهم يلغون الآخر الشيعة هذلك اللي هم توخرهم أو القبائل هذلك اللي هتوخرها وهلفوا هذلك اللي يخربوا الدير هذلك اللي لازم توخرهم اللي يطلعهم وهلما جرى القصد شنو وهذا دائما يعني يقول للشباب انت دوما في صراع سرمدي بين الصح والخطأ بين الخير والشر فلا تعتقد انت بتوصل الى الكمال لا على الصعيد الشخصي ولا على الصعيد المجتمعي بس انا اعتقد اننا نعاني على الصعيد المجتمعي لان اللي نقول مختلف تماما يعني الشباب يرددون ليلة نهار نظافة من الإيمان وتلقي يطالع في السيارة ومشغل موسيقى وبعد يطل الدريشة ويكطل الأكل من مطعم عند الإشارة شون ليش يسوون شذيه يعني على شون طبعا اقول لك أبسط الأشياء بس هي طبعا أكبر من شذيه يعني بس صدقني الذي لا يعمل أصغر الأشياء لا يستطيع أن يعمل الأشياء الكبرى بمعنى انت شون بتحل مثلا يعني بتحل عشرات الآلاف من البدون لأن حصار لك من ستين سنة تقول نفس الكلام وما حلت أزمتهم يعني شلو هذا خرابي يطح صرح يعني ما راح يزير يعني انت على من وتبحك يعني فلابد أن تكون أكثر واقعية وأكثر يعني عملية وأكثر انسجاما مع ما تقول يعني انت ما تقر تحل مشكلة الآخرين إذا انت ما تحل مشاكلك ما تقر تحل المشكلة الجارك إذا أنت عندك في البيت لخبطة مو قادر يعني توافق مع يعني أفراد عائلتك خذها على أبسط الأشياء أنت لا تستطيع والله وإحنا البيئة المفروض الحافظ شون يسووا من شذي وإنت مثلا جدام بيتكم قاط بطل ماء مثلا يعني يمكن فيها نوع من تسطيح للأشياء بس صدقني شوف ما بيغير الموضوع بس يعني في ناس كانت مدينة نيويورك هي عاصمة القتل في الثمانينات في أمريكا لما جاء عمدة جديد لها كان إحنا قاعدين نحاول نروح الجرائم القتل ومدجن والكذا والكبيرة والفساد الكبير وهذا لا خلنا نبتدي بالأشياء الوصيلة حتى لو تكسر يعني جامة سيارة لازم طلعوا هذا فصار يبتدي من الأشياء البسيطة وبعدين شوي شوي يصعد إلى صباحة نيويورك كما تراها يعني يمكن اللي راحوا نيويورك الان تروح برودوي تروح مسر تروح كذا قبل تخاف يعني تسبق السابويس كلهم وعدل القطارات وستنظمها بالضبط عشان ما حتى يستطيع يزرق هذا اللي حصل طبعا هي القصد أنه صدقني أن تبدأ بالأشياء البسيطة خلني أعطيك مثال آخر مرة قلت طلبتي بعد كوز كان اختبار فقلت لهم خلص انتهى الوقت طبعا من الإنجليزي لأنني أنا درس إنجليزي ضعوا الأقلام جانبا اقلب صفحة الإجابة والشعار بالتجاهي اقلبها والشعار بالتجاهي ثم عطها لجارك اللي على أيديك اليمين كل واحد فيك يعطي الجار يدي اليمين ثم حين ينتهي الصف الذي أعطى إلى آخر واحد باليمين يعطي للي جدام لما توصل عند فلان بالزاوية عندي هني عشان أخذهم كلهم كلهم بالتجاهي و سووا هذا الشيء بثلاثين ثانية علشان تحرم فلسطين صج تحرم فلسطين شون حرم فلسطين يعني ايه تحرم فلسطين ما راح تروح تقاتل فلسطين شلون قلت طيب إذا أنت قلبتها وقلبتها باتجاهي غنعتها أن أنت أتقنت عملك اللي أنت قاعد تسويه أن الله يحب إذا عمل أحد عملا أن يتقن مو أن يسويه مو أن يكمله يتقن إتقان ربما كلمة تكنيكل أتت من إتقان تكنيك وبعدين لما أنت تعطيها على يدك ليمين كلكم تعطون على يدكم ليمين معناتها أنتم منظمين في نظام في إتقان في نظام لما تعطون مع بعض وتمررونها جدام ليما آخر واحد معناتها أنتم متعاونين مو متذابحين مو متهاوشين مو ما تحاجون مع بعض أنتم متعاونين مع بعض لما تسوونها بثلاثين ثانية وتوصل عندي هنا معناتها أنتم يعني تقدرون الوقت فأنتم بتتقنون عملكم بتتعاونون وتتنظمون وتقدرون الوقت هذا هو صراع الحضاري مع إسرائيل وغير إسرائيل على شون طبعا طالعوني صدقوني أبسط الأشياء هي أصعب الأشياء بالنسبة لكم وأنا دائما أردد بيت لمضفر النواب أنه يلكوني ويهرب من وجه قضيته أنت قضيتك أن أنت تكون إنسان قدر الإمكان زين زين مع الآخر علاقتك بالآخر علاقتك بأحلك علاقتك بأخوك بصديقك بزملائك بعملك كثير أنت تتقن عملك يعني شون أنت أخذ نقول مدرس أستاذ شون تقدر تكلم طلبتك وتحط عيونك بعيونهم وتكلمهم عن قيم العمل وتكاشة محاضراتك مثلا صح ما تقدر معاود منافق أقل ما يقولونه وراك يعني ازاي فيه أشياء أنت يعني الإنسان يستطيع أن يعملها يستطيع أن يحقق من خلال هالكثير بدلا من يعني خلانا استخدم كلمة للدكتور عبدالنفيسي بدلا من كرنبال الكلام حتى لما يلنا أبو عبدالعزيز منافل هاجري كان لحنا لازم خلاص نوقف من الشعارات والمؤتمرات ونبدأ بالعمل يعني أي والنعم في صديق ونسان محترم ورجل أعمال ناجح نحن نريد على موضوع الإعلام دكتور نحن قلنا لن نفكك عندما يوجد موضوع الهيت سبيتش كمن الأمور التي تحتاج تنظيم فقط يعني لا تحتاج أن تكون عندك وزارة الإعلام فأنا نعرف هم تفكيك وزارة الإعلام نحن في جغلة ثانية دكتور أنا أقول لك إياها مثلا إحنا كشباب نشوف أنه في قنوات يوتيوب في VOD نتفلكس وغيرها اليوم الإعلام ما عاد بس محطات أخبارية وقناة على التلفزيون اللي ما حد يشوف تلفزيون اليوم وبرامج ومسلسلات يعني حتى نشوف حتى مو متعوب عليها وما تشد يعني ما تشد الجيل اليوم الإعلام أكثر من فقط قناة ووزارة حتى هذه مو مواكبينها أنا عندي رأيي الشخصية أن أنا حتى الوزارة الإعلام أنا أشوفها ما منها فائدة شخصية أنا مو قاعد أستفيد منها كمواطم هذا اللي قلت آخ إي بس عشان ما نكون ظالمين للوزارة عشان عندي زملاء عندي ربا عندي كذا أعبالهم أن أنا متحامل على وزارة وأحلها ترى على فكرة أنا كنت أضعها ولا أزال أفكر أضعها ضمن إطار إلغاء وزارات عديدة صحيح مو بس هي وزارة مواصلات حقها صراحة لا وعندك هيئة مواصلات وزارة لوقاف حقها وعندك هيئة توقاف لا قال لك وشون الإسلامية اوو شون الإسلامية ايوه لا ما يصير شون الإسلامية هي موضوعين موضوع الحج هذين اللي دامون شهر وموضوع المساجد تقدر تحطها إدارة في أي وزارة أو تابعة لهيئة الأوقاف نفسها لأن كل وزارات الدولة هي يفترض أنها وزارات للشؤون الإسلامية شون شون أنا أقول لك شون وزارة الصحة حق شؤون صحة المسلمين في هذا البلد يعني المواطنين في هذا البلد شنو مسلمين إذا استثنيت يمكن يعني عشر عوائل قويتية كريمة يعني من الطائفة المسيحية حق مسلمين طيب وزارة الصحة لشؤون صحة المسلمين وزارة تربية لشؤون تربية أبناء المسلمين وزارة داخلية لشؤون أمن المسلمين في هذا البلد وزارة كل وزارات يعني يفترض أنها من أجل شؤون الإسلامية لهذا البلد فما في داعي بس هي طبعا وزارة شؤون الأوقاف الإسلامية هي دولة داخل دولة يعني مثلا هذا موضوع يمكن مختلف الحديث عنها بروحة ومناقضة تماما يعني لفكرة الدولة المدنية يعني أعطيك مثال مثلا بالإعلام أن أي كتاب في طار دين ولا إسلام ولا كذا هذا ودوه حق وزارة الأوقاف افتكوا منه خليشوا وقامت وزارة أوقاف لي تقرر إذا هذا الكتاب يدخل لكوين ويصلح حتى أذكر أن فريد هاليدي صديق أكاديمي الله يرحمه معروف يعني أكاديمي عالمي معروف توفى كان في جامعة لندن وألف كتاب اسمه The Myth About Islam الكتاب دفاع عن الإسلام يعني يقول في داية التسعينات أنه بسقوط الاتحاد السوفيتي سيخلق الغرب المتوحش الغرب السلاح والحروب عدوا وهميا اسمه الإسلام علشان يبقي عجلة تصنيع السلاح والعدوانية وكذا الكسب والتكسب من وراء السلاح وصناعته العنوان اسمه The Myth About Islam يعني سطورة الشذبة صحيح عن الإسلام ودوا عن الإسلام ودوا حق وزارة ودوا حق وزارة الوقاف هذا يقول الإسلام سطورة ما قرأ الكتاب ولا الشذبة منعون جاني حتى أذكر أنا كنت وقتها مدير مركز الإعلامي الكويتي بلندن جالي ما قرأ الكتاب هذا كتاب دفاع الإسلام صح مو ضد الإسلام فأقول لك هذا الجهل الثنائي وهذا الازدواجية ليس حقه عندك أنت هيئة أوقاف وعندك بيت زكاة وعندك وزارة أوقاف أنا داعي بس هذا طبعا يعني أنا أتكلم لأنه أنت بحاجة ليش قلت لك عن أصلاح سياسي وإداري في البلد ليش فيه انهيار في الإدارة السياسية في البلد أنا عندي صديق يقول بنقل مكتبي من مكان لي مكان في المركز المالي الكويتي عنده مكتب مؤسسة فردية تميت أربعة تشهر من نفس المنطقة يعني نفس المحافظة من شارع لي شارع يقول بس بنقل مكتبي وثلاث جهات اطلبت لا حكم عليه مختلفة يعني يعطيهم نفس الكتاب أقول لا يبلنا نوجه كتاب حق الوزارة الداخلية ويدزول لنا أنه لا حكم عليه إنها في الساعة يقول معقول لا يصير حكم عليه هناك لا حكم عليه طبعا أنا سيقلك مثال ربما هو من سيل من الأمثلة للإدارة السياسية في البلد يعني أنت بحاجة إلى نفضة لا تقف عند إلغاء وزارة الإعلام فقط وإنما إلغاء وزهرات وهيئات ما لا داعي وعادة بالضبط الشباب أنا أعرف أنا إنسان يعني تجاوزت الستين بس الشباب اللي مولد من التسعين يعني جيلكم الجيل الرقمي ما يستوعب ليش يعني أنت لازم تنفر هذا ما يستوعب يعني صح أنت الآن أمام فجوة أجيال وهذه الفجوة لم تعد كما تقاس في الماضي بالسنين وإنما بيش كثر يمكن أنا أكبر منك بالسن بس أنت أصغر يعني أنت أكبر مني رقميا بمعنى أنا أصغر منك رقميا كخبرة أو متابعة يعني زي للتكنولوجيا وما يحدث فيها فمو قادر يستوعب ليش لازم وقع هكذا هذا ووقع والله دكتور عندما كنت طالب أنا في بريطانيا قبل 8 سنين تقريبا فتحنا شركة كنا قاعد أسسنا شغلة صغيرة ببيع تشارتات وشيء نكتب عليها أسسنا شركة بـ 12 دقيقة أونلاين بـ 12 دقيقة هذا هو الترخيص أونلاين بـ 12 دقيقة بعدين عقب ثلاثة يام وصلني بالبوست 12 دقيقة وأنا حين أرى خطة 2035 تقول لك تأسس شركة بعشرين يوم يعني نجاز هذا ففي أشياء أنا ما نفهمها للحين غير أمانة دكتور فمرة ثانية الحين نحن نفكك وزارة الإعلام من توقتها دكتور كانت الميزانية على وقتك أذكر كانت 90 مليون أنت ذكرت بلقاء اليوم 230 مليون وما في يعني في كمها المكتبة الإعلامية في وزارة الإعلام موجودة مو قاعدين يسوون VOD وفيديو نظام نظام نتفلكس أنا أتوقع تفزيون الكويت مفضل ووزارة الإعلام أنا أقصد لو أشوف منها فايدة الآن إذا فككنا وزارة الإعلام هل هذا ما صحيح الأشياء التي أخذها مثلا اليوم هناك دعم على الأقل من وزارة الإعلام هل ميزانية 230 مليون صحيح أن هناك جزء كبير منها تذهب للرواتب لكن هناك جزء تذهب لأعمال إنتاجية تدعم الشركات الإنتاجية بحيث أن ينتجون مسلسلات وينتجون برامج وينتجون أشياء يعني اللي للأسف تنحط في أماكن وشانلز مو قاعد توصل للعامة ومو مواكبة للمطلوب الآن خلق بس هذا الدعم هذا ونخاف على الشركات الإعلام نخاف على شركات الإنتاج شنون ممكن يكون للحين في دعم إذا فككنا وزارة الإعلام مثلا لا دعم ولا يحزنون أقول لك هذا الكلام يعني ما عندي لا مؤسسة ولا شركة إنتاج بس أقول لك معرفة يعني من أصدقاء إلا اللي يكسروا مجاديفهم لأسف أصلا لو تقرأ مرسوم إعلان قصة إنشاء وزارة الإعلام يفترض أنه يشجع المنتج الكويتي والعمل الكويتي والفن والثقافة الكويتية وخلافة بس اللي قاعد يسوينا العكس تماما أعطيك مثال يمكن المستمع الكريم رح يطيق أراسه من المعقولة إنه يوقعون معاهم بالمنتج المنفذ وما يعطونا ولا فلس رح صور إذا خلاص تصوير نعطيك أول دفعة تصير هذي بأي منطق في العالم يعني يعني تيبلك مقاولة همي حجم مبلغ حجم مبلغ روح تبني مقاولة تبني لي وبعدين عقب الأسود أنا أدفع لك أول دفع تصير هذا ما تصير بأي مكان بالعالم إلا طبعا في مركز المالي الكويتي ووزارة الإعلام الكويتية ففي أشياء طبعا أنا أعطيك يعني مثال بس أمثلة هائلة في أماكن عديدة دائما أنا أثناء العمل أو المكان اللي أنا في ما أتكلم عنها بالنقد أقوم بره كيفية مثلا لو تلاحظ حتى يمكن كثير من المراقبين ومتابعين لشخصي متواضع في سوشال ميديا وغيره أتحاشى الحديث عن الجامعة أستاذ جامعة وأقدس العمل وأقدس إذا بسوي شيء أصلح من داخل الجامعة نفسها أتحاشى انتقادها من الخارج أنت موجود فيها يعني أنت الحين قاعد تنتقل يا سعد بن طفل أنت بره الوزارة ويوم كنت داخل الوزارة ليش ما سويت عشونا أعطيك سجل باللي سويت لما أنا كنت في الوزارة زي لما تطلع الوزارة معناتها ما تنتقد كلش بالمرة يعني غير شغلة يعني دائما من تجنوا قول رأي قول وزارة فأنا لالحين دكتور أنا بس أفهم فكرة التفكيك قدمت برنامج قدمت أخذ آخرين بمناسب المنطقة وعملوا بخطواتها العامة يعني إنها تتحول إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون تكون الصوت الرسمي للدولة مثل مثل يعني PBS مثلا BBC وضعها شوي مختلف Public Broadcasting Station في أمريكا ويكون يعني صوت باسم الحكومة يعني والباجين تعطيهم للقطاع الخاص وتحط regulations وتشرف عليهم تحط القوانين واللواح وتشرف عليهم لكن أنت ما تدخل يعني مثلا في موضوع الكتاب يعني من المهزلة في عالم اليوم أنت تمنع كتاب خمسة آلاف كتاب منعب لك من المهزلة أنت تمنع كتاب طبعا أنا لما جيت جيت فلسفة جديدة يا جمع أنا أنا كدولة كوزارة إعلام كمشرفة على معرض الكتاب مثلا ما أسمح بعرض كتب معينة ولا بيعها ولا عرضها شون وبالتالي ما تقدر تمنعهم خاصة يعني في عالم اليوم ما تقدر تمنعهم بأي حال من الأحوال فأتيت بمفهوم إعلان ضراءة الدولة يعني عن أي خطاب مثلا ممكن يثير جدل أو كتاب يثير جدل أو يثير كذا وبعدين في الإعلام يعني وسائل الإعلام والمكتوب والمرأي والفكرة يعني ما لم تثير جدل فهي ميتة صح الشيء يستمد حياته من الاعتراض الآخرين عليها أي فكرة كانت ما في يعني حتى يعني الأديان الدين أي دين إن كان أخذ قوته وانتشاره من اعتراض الآخرين عليه وهذا الكلام ينسحب يعني على حتى الإعلام نفسه أو المادة الإعلامية نفسه فالهيئة الإعلامية راح تكون ناطق الرسمي للدولة وشنو بعد تكون مهامها فيه تنظيم نرمعيا فيه أزمة يعني طبعا ما تحضرني كل التفاصيل في وقتها لأننا قدمنا دراسة كبيرة صح يعني حاول فيها وهذا كان أحد أسباب يعني تقديم استقلاتي إنه قاعد يعني يترزز وأبوسم وكاميرات وكذا بس إنه ما زويت اللي أنا مشروع اللي أنا كنت بسهول وكنت مقدم يعني قانون عصري للإعلام وكذا يأخذ في الاعتبار هذه المتغيرات كلها يعني ودائما يعني أنا أفخر بإني ربما كنت وزير الإعلام الوحيد الذي لم يحل في أهداء لا صحفي ولا صحيفة ولا وسيلة إعلامي للنيابة يعني كنت معترضة على وجود القانون بشكله الحالي وحاولت قدر الإمكاني أغيره وعدل ما حصل هذا الشيء وبالتالي يعني طبعا ترد الكلام قاعد قولها دكتور كلام يعني المفروض ما يكون عليه أي نوع من الخلاف الحاد خلنقول ممكن يعني منعرف شن الأسباب اللي ما خلتك تكمل في هذا المشروع هل هي أسباب سياسية ذوقوطات نيابية ولا شنو يعني فانتقلسي دكتور منعرف يعني مشروع أفساده يقدم من وزير وما يقبل فشنو المشكلة يعني لا يعني هو ما كان فيه له رفض بس أنه طبعا تعرف التسويف هو الجزء من الرفض أنه بعدين نشوفه خير خلى وده كذا هنا برك ماي هنا يعني واضح أنه ما فيه رفض مكتوب يعني زي بس أنت تعرف يعني أنه هذا مو مقبول هذا اللي حصل ساكع القوة دكتور والله وانت شرف فيك بكل مكان مثل ما قلت لك وانت من الناس اللي صراحة ننطرها ننطر مقال لك أو حتى أي مقابلة بحيث أن نستفيد منك دكتور ومن خبرتك دكتور نيوم خلاص فهذا فيما يخص الإعلام إذا في أي شيء ثاني فيما يخص الإعلام ممكن أنا بدي أعدش في موضوع التطبيع عندك أنت رأي في التطبيع لكن قبل ما نسكر ملف الإعلام إذا في أي فكرة أنا ممكن نسيتها وانت أخبر مني ممكن يعني أذكرها الحين قبل إذا طرت فكرة ممكن تأتي بالحديث يعني أفضل يعني عشان أنت قلتوا أنه بحديث أريحي صحيح فأنا بس أقول ممكن في شيئا أنت ناضر مني يمكن والله أكيد يعني نسولف الآن دكتور أنت لك في الفترة الأخيرة رأي في موضوع التطبيع يعني حتى في ناس قاعد يقول والله الدكتور وهو هذا الراي يديد مو رأي الكويتي الطبيعي اللي إحنا عادة الكويتي الأهميك ولا رأي المواطن الكويتي الـ typical خنقول إنه طد التطبيع وما أخذ موقف ممكن ناس تقول متطرف ناس تقول حاد ناس تقول موقف قوي ضد التطبيع بعدين نسمع لك رأي في التطبيع أنه جمعا لازم نأخذ التطبيع شوي بعقلانية أكثر ونفهم ش اللي حاصل يعني هذا اللي تمسته منك أنا ممكن تتشرح لي وإنه أنا بعرف شنو سبب الهجوم دكتور في واضح فيه هجوم يعني على رأيك في موضوع التطبيع فأنا بنعرف شنو الأسباب كونك أنت الشخص المعني يعني لا شوف يعني أنت من حق الناس يعني هي تختلف مع أي أحد بس خلني أكون واضح من البداية التطبيع لا يتم إلا بوضع طبيعي ما في شيء يسمى تطبيع هل الوضع في الصراع العربي الإسرائيلي الفلسطين الإسرائيلي طبيعي؟ هل انتهى هذا الوضع وأصبح طبيعيا؟ هل هناك ظروف طبيعية عشان نقول فيه تطبيع؟ أنا شخصيا ما أعتقد هذا الشيء موجود يعني وبالتالي الكلمة ليست في محلها مستحيل يعني أنت الوضع في المنطقة بشكل عام مو طبيعي يعني التغول الإيراني في المنطقة مو طبيعي الاقتتال الطائفي والتشرذم العراقي في العراق اليوم هذا مو وضع طبيعي يعني هذين لازم يطبعون مع أنفسهم قبل لا يطبعون مع إسرائيل السوريون كذلك شو تعرف يعني بسوريا ذبح أضعاف ما ذبحت إسرائيل على مدى سبع سنوات على مدى سبعين سنة بسبع سنوات إحنا كعرب شيعة سنة كذا طوائف كذا وضعنا طبيعي ولا مطبيعي احتلال بلد وتشريد شعب هذا وضع غير طبيعي بالتالي من الصعب أن أنت تقول سيكون هناك تطبيع هذه مستحيلة الآن وما يسمى بالتطبيع يعني هذا ترجمة لكلمة نورمالايزيشن لكن الواقع بأنها يعني إقامة علاقات اعتراف وإقامة علاقات بين دول كانت لا تعترف ولا تقيم علاقات وهذه الدول يعني تتراوح من الصين والهند أكبر دولتين بالعالم ما كانوا يقيمون علاقات مع أسرائيل ويعترفون فيها اللي نعترف فيها الفلسطينيين يعني تعترف بمناسبة لأن عرفات وقعوا أسل أقاموا علاقات وكذا لأنه يعني تتكلم عن تقريبا مليارين ونص يعني حوالي ثلث البشرية وبالتالي أنا أعتقد أنه ما في تطبيع ولا رح يصير فيه تطبيع إلا في الظروف الطبيعية الظروف الطبيعية تقتضي أعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقريب المصير وإقامة دولته وعاصمتها في القدس الشرقية ما صار هذا الشيء ضمن هذه المبادرة العربية ما رح يصير وضع طبيعي ما رح يصير وضع طبيعي في ناس يقولك التطبيع أنه إلا يعني نحاول أن نحن نبني وضع طبيعي خانا أقول لك أكمل لك أنه في دول تقيم علاقات مع دول تحتل أراضيها حين الإمارات قامت علاقات مع إسرائيل بس علاقاتها يعني ممتازة مع إيران رغم أن إيران تحتل أراضي إماراتية في دول مثل المغرب تحرص على علاقة متميزة مع أسبانيا لأنها نافذتها إلى أوروبا رغم أن أسبانيا تحتل سبتة ومليليا داخل المغرب ولا تعترف المغرب باحتلالها لهذه الدول لهذه المدينتين وبريطانيا تحتل جبل طارق وأسبانيا ما تعترف بأن جبل طارق تابع البريطانيا بل هو جزء من الأراضي الأسبانية ومع هذا تقيم علاقات معها وفي هذه القضية لا زالوا حتى مثلا الإمارات والبحرين نفسهم والسودان اللي أقاموا علاقات مع إسرائيل في الآوينة الأخيرة لا زالوا يقولون أنه لن يكون هناك سلام حقيقي في المنطقة إلا بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني في الإرجنتين ما يسمون حتى الفوكلاند آيلاندز يمكنني إذا تروح للإرجنتين تقول فوكلاند آيلاندز يمكن يطقونك يسمونها لوس مالفينوس نحن هذه جزء من الأراضي الإرجنتينية بس هم حريصين على علاقات مع بريطانيا وكذا الأمر في كثير من العلاقات بين الدول الآن هل يمكن أن يكون هناك وضع طبيعي مع إسرائيل دون إقرار حق الشعب الفلسطيني لا أعتقد ذلك لا أعتقد ذلك فأنا قلت يعني قلت أن الدول ترى بأنه والله ممكن أنها تقيم علاقات مع إسرائيل أو تعترف بإسرائيل لحساباتها ومصالحها أنا شخصيا كنت أتمنى أن كل الدول العربية مثلا يكون موقفها واحد تجاه الصراع العربي إسرائيل وتتمسك من بادرة العربية إذا مو الدول العربية الدول الخليجية لكن شوفت عينك الدول الخليجية أيضا ممزقة حول قضايا كثيرة وكذلك الموقف العربي طيب الفلسطينيين أنفسهم هل هم على موقف واحد علشان أنت تتبنى تقول أنا مع الموقف الفلسطيني للمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني هو منظمة تحرير الفلسطينية طيب منظمة تحرير الفلسطينية وقعت أوسلو ولا تزال تقول بأن السلام خيار استراتيجي مع إسرائيل استراتيجي يعني شنو إسرائيل حيث ما راح تذابع مع إسرائيل خلص هم يقولون شي دي طيب بينما حماس تقول لا نحن بنحرر كل فلسطين طبعا بمساعدة إيران وردوغان فالقصد شنوه أن أوكي أنت لا تزال عند موقفك بأن هذا الصراع لن ينتهي ولن يكون طبيعيا ما لم تقر حقوق الشعب الفلسطيني وتقوله يعني كشخص يعني ما عندك مشكلة يعني هذا موقفي ولا يزال موقفي شنو تقصد بالتطبيع أن تروح مؤتمرات يكون فيها إسرائيليين هذه كل مؤتمرات تروح لها فيها إسرائيليين كل البطولات الرياضية تروح لها فيها إسرائيليين الأمم المتحدة فيها إسرائيليين الفلسطينيين يقعدون مع الإسرائيليين نسقون أمنيا الآن يعني أنا مشترك في صحف إسرائيلية أونلاين حل هذا تطبيع مثلا بعرف شو يقولون الإسرائيليين يكتبون عننا بل على العكس ربما الإعلام الإسرائيلي أكثر صدقية من معظم لم يكن كل وسائلنا الإعلامية العربية أفضل مجلات العلمية والدوريات في اللغويات إسرائيليين لأسباب طبعا يعني يطول شرحها يعني من تشومسكي إلى ما قبل تشومسكي بلونفيلد وغيره إلى أنهم أحيوا اللغة العبرية بعد موتها بعد إقامة إسرائيل عام 1948 اللي أقصده أن حين نتكلم بصيغة الجمع من نحن إذا إحنا تقول عرب شوفت عينك يعني العرب يعني وين الموقف العربي تجاه الصراع العرب إسرائيلي خنقل كمدنيين ندافع عن حقوق ككويتي تقول كموقف الكويت خنأخذها لك واحدة تقول والله كمسلمين إحنا لازم نسويه شديد بس يعني مو كل المسلمين يعني معاك في هذا الموقف يعني وأول هم المسلمين الفلسطينيين يعني مو موقفهم واحد تقول والله إحنا كعرب لازم لما إحنا نتكلم بصيغة الجمع نتكلم كعرب وأنا أترك التعليق يعني للمستمع الكريم هل هناك فعلا موقف عربي تجاه أي قضية يعني شوفت عينك يعني العرب قتلوا من بعضهم في العشر سنوات الأخيرة أكثر ما قتلت إسرائيل في السبعين سنة من احتلالها لفلسطين أنا ككويتي هنا يأتي اللي أقدر أقوله اللي أقدر أسويه أنا ككويتي شنو اللي لازم علي أسويه إحنا مع الموقف العربي والمبادرة العربية هذا الموقف الرسمي الكويتي يعني هل سيضغط على الكويت أو أنه إذا طبعت كل الدول الخليجية والحين طبحوا أربع من ست أو أقاموا علاقات أربع من ست يعني قطر والبحرين والإمارات وعمان السعودية يعني بدأت يعني تطرح خطاب مختلف هل ستبقى أنت في حالة عدم إقامة في حالة إقامة هذه الدول علاقات مع إسرائيل أن أنت ككويت الدولة ما تقيم علاقات مع إسرائيل ما أدري والله أنا ما أنا في موقع المسؤولية للإجابة بصراحة ولا أعرف نوعية الضغوط أو الإقناع أو المصلحة لنا في أن نقيم علاقات بس هل هذا وارد مستقبل أي وارد مستقبل هذا اللي أنا أقوله يعني شو تقدر تسوي ساعتها طبعا هذا كلام كله ممكن ينتهي إذا أنت تقول لا إحنا بنحارف الفلسطين ويلا قم ويش قاعد سوي يلا خنروح بنروح نحارف هذا أوكي أنا بروح وياك الحين بس إذا تقولي لا والله إحنا بالكويت الحقيقة ندعم فعلا حق الشعب الفلسطيني بس إحنا أيضا كدولة يعني في مهب الريح يعني وحمايتنا تتم بعرف جان يعني من قبل الأمريكان وأنا يهمني كإنسان كويتي بعد بالأخير يمكن أن أنا أعلم عيالي يعني أنظم بيتي أحصل على بيت أحصل على عمل أدي عملي بنزاهة أحرص على بلدي على أضافة بلدي على تنسيق بلدي على تنظيم بلدي على حل مشكلة البدون مثلا في بلدي وأنا لا أزال عند موقفي مثلا انتجاه الحق الفلسطيني هذا اللي أنا يعني الحقيقة أحرص عليه إنه نوع من التفكير في الواقعية السياسية والوطنية قبل كل شيء بصراحة أنا قبل يعني تسعين كانت فلسطين قضيتي بصراحة أكبر تسعين لا والله الكويت قضيتي هذا لا يعني أن المسألة فيها تخلي عن الحق وتبني للباطل لا مستحيل يعني هذا الحق للفلسطيني لا أبد أن يعود يعني لكن مهم جدا يعني حلمت حمسين يعني لما صار الاحتلال أنا كنت رئيس ستورينس فور بالستان منظمة كانت في بريطانيا وفي أوروبا وكذا وبعدها بليلة يعني أطالع واللي معاي مو معاي يعني مع صدام وهذا الحقيقة يعني قالوا الإمبريالية والكذا أي إمبريالية أمي وأمي وأمي ما أدري وين هم أنا قطعت أخبار أهلية بيوم وليلة يعني مهم جدا أنه يعني حتى أتذكر كنا متحمسين جدا يعني كشباب يعني أجمع تبرعات الجفة الشعبية وسجل اشتراكات للحدث في مجلتهم ورحت لبنان عساس بن تطوع بن حارب وثلاثة شباب يعني وأشوالنا ما رحنا أو يمكن لو خلونا رح نجي يمكن حررنا فلسطين وخلصنا القصة ممكن ما وصلونا يعني مطار بيروت رجعونا يعني فالقصد إن خلونا بس نكون واقعيين إذا القصة في المزايدة ولكذا ما عندي مشكلة هلا بالعكس فلسطين والقدس وداداد أوكي وبعدين نروح هاكل مجبوس واشرب لبن وأنا أمتحت المكيف بحماية الأمريكان في رأيف جام يعني أخليك شوية تكون واقعي يعني أن يكون لك رأي وموقف وكذا على الصعيد الشخصي شيء والدولة ستكون شيء آخر صدقني يعني ولا أكثر ولا أقل إحنا بالذات يعني الكويتي كنا ولازلنا مع هذا الحق وسنبقى مع هذا الحق حتى في أثناء حلكة الظلام الاحتلال عام تسعين أم تتخلى الكويت عن موقف المبدئي من فلسطين لا أعتقد بأن التطبيع سيحصل ما لم يكن الوضع طبيعي وهذا الوضع باستمراره بهذه الحالة غير طبيعي ليس فقط للاحتلال وإنما الوضع حتى الفلسطيني نفسه الفلسطينيين شابون الوضع السوري الوضع اللبناني الوضع هذا هو باختصار أنا أدعو إلى التفكير بصوت عالي خارج المألوف لأن أسهل شيء هو هذا المألوف اللي احنا نقوله على مدى سبعين سنة الماضية لا فلسطين ولازم يحررها وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة مدى الشيء مو صحيح ترى يعني على فكرة شون يعني سيناء كبر فلسطين مرتين ما استردت بالقوة استردت بالمفاوضات يعني مو دائما يعني كل شيء وعلى فكرة ما عندك هذه القوة اللي أنت تقدر تحارف فيها فلسطين ولم يعد هناك جيوش عربية يعني دمرتنا دمرت المنطقة العربية باسم لا صوته يعلو فوق صوت المعركة أنا أعتقد بأن الصراع يجب أن نعيد إلى أنه صراع حضاري مع إسرائيل والصراع الحضاري مع إسرائيل يعني أن تتفوق عليها حضاريا تتفوق عليها حضاريا بمعنى بقدرتك على التعايش مع نفسك ومع الآخرين أما والله بتدمر لي وبتشرد لي ثلاث أضعاف ما شردته إسرائيل من السوريين في خمس سنوات وتقول لي أنا والله عشان أحرر فلسطين هذا خالف الواقع بس يقول لكم واحد نياز بيننا ما يلنا أحد من برا يأخذ أرضنا هذا يعني كونتر أرقيمنت نقول أوكي إذن في هذه الحالة كان مفروض إحنا ككويتين نقول خلاص نياز خلص صدام يحتلنا إحنا عرب ليش يجيونا الأمريكان وساهمون في تحريرنا مدائما يعني مثل ما تفضلت يعني أنا هذا الطفل السوري والإنسان المعتر في لبنان اللي الآن يقول لك يا مهود أنا وين فلسطين وين تقول لي بحرر القدس وهذا فلوسي عطني باقتها الدولة هذه الدولة اللي تحكم فيها حزب الله باقة فلوسي أنا عندي عيال بوكلهم الليلة راح أجيب خبز لهم يعني فما تقول لي لا ينيازون خلي ينهبون ما يخالف مدام هم حزب الله خلي بوقون بلوسي ينهبون مصحي هذا الكلام منطق مصحي لأن أقول لك بنفس المنطق كان بإمكانك أن تروح مع الدعوات التي قالت لا لا يجون الأمريكان بحل عربي داخل البيت العرب أي حل عرب ما في حل عربي يعني فالقصد أننا يجب أن نفكر خارج المألوف في إدارة الصراع مع إسرائيل وأن نبدأ بأنفسنا نتفوق حضاريا أنا قطعتك نعم وأن نتفوق حضاريا رأيت ما قلت طلبتي في الاختبار إن أضع أقصد 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 كنت أقول له مياب الإنجليزي يعني شاهد شاء الله أنا أدرس إنجليزي وأنا جاد فيما أقول أقصد إن ما لم تكن منظم ومتعاون ومتقن لعملك ومقدر للوقت لا تستطيع أن تهزم إسرائيل ولا غير إسرائيل يعني بدل ما أنت متعاون أنت متهاون ومتخاون وتذبح نذبح بعض ولا نؤدي عملنا ومدننا خرائب ومدمرة واقتصاداتنا مدمرة والإنسان عندنا يعاني من الجهل والفقر والعدم وتكون لي بحر الفلسطين يعني ما رح يصير هذا الشيء أنت تضحك على نفسك أنت بتقول لا بتزايد علي وهذا هو الأسلوب الكذا التطبيعيون الذين لا بطلت يا أخوي أنا معك لا لا بالعكس تحية فلسطين وتعيش فلسطين حرة عربية أبية إلى يوم الدين وأفتك من عوار هالراس وهذا ما شلك بالطلائب لكن أنا أعتقد بأن يعني دور من يدعي بأنه مثقف ملتزم بقضايا الناس أنه يعلق الجرس أنه يفتح آفاق مختلفة للتفكير يعني من الذي ورثوه على مدى سبعين سنة لاحظ أنا ما بيسمي أسماء يعني كان هناك صوت عالي لمسؤول خلنا نقول شخصية رسمية يعني طبعا أكيد الكل اللي بيعرفها حول فلسطين وكذا وطلابة فلسطين ودداء وفي المحافل الدولية وهذا لما الإمارات قامت علاقات ولما البحرين قامت علاقات ما قال شي ليس أن لم أصالح في هذه الدول والتالي ما راح يكون يقول شي فأنا اللي قصدت أنه أن تكون صادق مع الناس يعني تكون صادق مع نفسك أن نراجع أنفسنا أن نعرف حجمنا أن يعني نعرف حجمنا مناس ممكن تأخذها بطريقة سلبية ممكن تفهمها وبكرة استفصل لياها نعرف حجمنا نحن دولة غير مؤثرة في هذا المحيط لا عسكريا ولا ديمغرافيا ولا وقبل ثلاثين سنة رحنا بساعتين يعني ونحن لو لا عمقنا الخليجي العربي ومثلا بدول الخليج اللي هي عمقنا الاستراتيجي وحلفائنا اللي لهم مصالح معنا بالولايات المتحدة الأمريكية تحديدا لكي أن راحت الكويت لليوم فهؤلاء عندي أولوية الحقيقة والعلاقة معهم أولوية يمكن تقول لي ليش يعني هل هذا عفوا هل هذا يعني إن أحده ولا أهم من فلسطين هذا يعني هذه المقارنة برأيي المتواضع أنها سخيفة ما في شيء يسمع هذا أهم ولا ما أهم أنا الأهم عندي بالدرجة الأولى الكويت يزعل يزعل لو يرضى لو يرضى الكويت علاقتها مع دول الخليج علاقة عضوية مصيرية لا يجب بأي حال من الأحوال أن ندخل في أي صراع أو أن نشذ عن أي موقف خليجي عام لأن ذلك خطر على وجودنا الإسراتيجي لأن ذلك يكشفنا للآخرين والآخرين بصراحة ماهم يعني ما كانوا أولا يعني للأسف يعني لما صار احتلال الكويت والفلسطينيين كانوا ضدنا يعني الهوى الفلسطيني العام شعبية صحيح في بطولات في ناس شوية في كذا في ناس يعني الهوى العام والقيادات الفلسطينية كلها وقفت ضدنا من حماس إلى عرفة بس هل هم ينلامون لما أحد يقول لهم والله أنا بي يعني بحرر الكويت لأنه كان يعتقد لأن الكويت دولته تالي بروح أحرر الفلسطين يعني ما تشوف أن الناس رح توقف مع الفلسطين لأنه يعني يوقع لهم يعني هذا ناس شعب يعني عام أحس أن هم إحنا شوية قاسين عليهم يعني هم من هالناحية لأنه دولته يعني من نهاية يعني فهمت قاسي الدكتور لا أنا الحقيقة كتبت ضد هذا المنطق يعني الفلسطينيون على استعداد أن يهدمون كل المعابد حولهم من أجل قضيتهم هذا مو صحيح يعني أنت الشعب الإيراني يطحن باسم عدم الاعتراض بإسرائيل ومنحرر القدس والشعب السوري يدمر بحجة أننا والله محور مقاومة والشعب اللبناني يدمر بحجة أننا والله مقاومة وكذا مو صحيح يعني أنا كفلسطيني مفروض أقول أن لا يا أخي ما يصير تاجرون بقضيتي على حساب هؤلاء البشر لا أريد ذلك أنا قضيتي قضية عادلة وقضية إنسانية وبالتالي لا يمكن أن أخرجها من إنسانيتها أنا أقف مع أنظمة تسحق شعوبها وتمحق شعوبها مثل صدام حسين وأمجد صدام حسين وأقول والله لأن قضت شراغيات على إسرائيل سنة التسعين لما كان محتل الكويت هذا يعني مو منطق أصحاب قضية عادي أنا بس أبي الناس تفكر خارج المألوف لكنني لست في موقع المسؤولية ليقول يجب أن نعمل كذا وكذا وكذا وفي نفس الوقت لا أقول للناس بأنني أمتلك كل الحلول علشان والله أحرركم فلسطين الآخرين هم اللي يقولون أن يقدرون يحررون فلسطين لكن واقع الحال يقول بأن من سبعين سنة لم يحصل هذا الشيء الأسف الشديد والأرض تقضم والضفة تصادر والإنسان الفلسطيني يهجر ويقتلع من أرضه ونحن نقول نفس الكلام الذي قلناه على مدى سبعين سنة الماضية هل في طريقة ثانية ليقاف على الأقل هذا القضم المنظم لأراضي الفلسطينيين في الضفة الآن خلونا نفكر يعني على الأقل نوقف هذا هذا العدوان يعني لأن لا أحد أعتقد يستطيع أن يقول بأن نعم هناك الجيش مثلا الفلاني يستطيع يحر الفلسطين وجيوش العربية ما في هذا الشي أنا أعتقد بأن الأدوات الأقوى في يد إسرائيل لإبقاء الاحتلال هو تشرذمنا وتخلفنا لا يمكن أن تكون متخلف ومدمر وفقير اقتصاديا وجاهل وكذا وتريد أن تتغلب على دولة متقدمة ومتطورة مثل إسرائيل فيها سبع ملايين البشر متعلمين تعليم راقي وببلد راقي واقتصاد يعني متعش ومتين وتقدم علمي وتقني وطبي والأهم للأسف الشديد ترسانة أسلحة هائلة تتفوق على كل الجيوش العربية وقنابل نووية لازم تشوف هذه الصورة عشان تعرف في شون تواجهها مثلا بفضل فماذا عددتم من قوة ومن رباط الخيل لنرهب به أدو الله وأدوه شنو اللي عندنا طبعا مثل ما قلت لك الأسهل الخطابات وكذا بس بالأخير بتروح تريح وكذا وكذا وكفل الله المؤمن يشرب لتال ويستمر للعدوان ويستمر للإحتلال ويستمر خلونا نفكر تفكير آخر خلونا ندعو إلى تدويل القدس مثلا ليكن ماذا مشكلة يعني لما صار قرار تقسيم سنة 47 عطوا اليهود 10% والباجئ حق الفلسطينيين والقدس تدول تقول بيجمع خلونا نفكر فعلا تفكير آخر هذا حتى التفكير يمكن الإسرائيليين أنفسهم دعاة السلام يوافقون عليه خذوها شيء اسمه كان المصريين وبعدين الرومان وبعدين الفلس وبعدين ردوا الرومان وبعدين جوه العرب وبعدين جوه الصليبيين وبعدين تحرمنا من الصليبيين وبعدين جوه اليهود وبعدين بنحرم اليهود وبعدين بيردوا مرة ثان ليه متاه هذا أماكن مقدسة يعني في كيلو متر مربع ندولها يعني بإشراف دولي وتصبح مدينة للسلام خلونا نفكر تفكير هذا على الفكر الدعوات تجد آذان صاغية لدى دعاة السلام في العالم شلون يعني إذا أنت خذ على سبيل المثال الصهيونية المسيحية كريستين زاينست هؤلاء يقولون أن يعني لا بد أن ندعم إسرائيل عشان نجمعون كل اليهود فيها النبوء أمالتهم طبعا تعرف الأديان كلها تنتهي بنبوءات يعني لازم يصير فيه نهاية لهذه المسيرة فنجمعهم كلهم فلسطين بعد أن نجمع عليهم كل الأمم يحاربونهم ويقتلونهم في معركة هرم المجد أرماغدن ويبقى بس 160 ألف منهم وهذه العاد يطلع لهم المسيح ويتحولون المسيحية الحق وبعدين يصير يوم القيامة وهذه شبيهة بنبوءات انتظار خروج المهدي أو نبوءات داعش بأن في معركة مرج دابق وبعدين يقوم المسيح الدجال وبعدين مشارفة وتصير يوم القيامة نذكر اطروحات من هذا القبيل طيب في حالة أن أنت تقيم علاقات وتعلن عدم الحرب مع إسرائيل تسقط هذه النبوءة يعني شون بها لازم يصير حرب لازم يصير كذلك فأنت قاعد تنفذ نبوءة يعني صهيونية إسرائيلية أو يعني شاركت الخطة يعني في تنفيذ هذه الخطة خلنا نقلب عليهم المعادلة يعني طيب وما المشكلة في أن تدول دول يعني مدينة مثل القدس خلت تصير مثلا مقسمة يعني شرقية وغربي فأنت تقول لها والله هذه أرض عربية ليش احنا نتنازل هذا نقول لك المنطق عفوا الردود يعني ما فيها تنازل إذا أنت بتقول له والله هذه أرض دولت شايف كيف لأن صار عليها صراع بسبب خصوصيتها نحن نقبل هذا التدويل وبالتالي واحد ياباني واحد صيني واحد أمريكا اللاتينية واحد حتى إسرائيلي تقول له يا أخي إلى متى وإحنا في صراع سرمدي على هذه الأرض المقدسة هذي اللي يقولون حقنا هذي اللي يقولون حقنا تعالوا خلونا ندولها يعني ونعملها يعني مكان للعبادات لأهل الأديان كلها يعني وتصبح مدينة ورمز للسلام والتعايش وكذا هذه الدعوات يعني تسحب البساط مو عاجبك أوكي خلاص يا أخي لا تزعل حلي يعني لا تكفر لا تخولني روح حر روح حر أنا ما قلت لك شي أنا قاعد أقول حق نيرا بنهاي يعني كل واحد لازم يقول راية وكل واحد لازم يقل فكرتها وكل واحد لازم يكون فيها يعني صح صح هو طبعا يمكن تقول لي يا سعد ليش تقول للكلام خلاص يا أخي خلك مع شو اسمه أنا أرى بأنه في يعني اتزام أخلاقي يعني تجاه الناس أنت تقول رأيك بصراحة أنت تفكر بطريقة مختلفة مع الناس وبالأخير أنت برأيك هذا لن تقدم ولا تؤخر يعني ما يبون الناس كيف أنت مو عاجبك رأي خلاص يا أخي لا تخونني بس خلونا نفكر بطريقة مختلفة خارج هذا المعروف يعني خارج معروف أقصد out of the box يعني وإذا ما عاجبك خلاص خليك على ما أنت عليه وهذا استمر طرح راقي وجميل دكتور الحين الانتخابات الأمريكية دكتور هل الانتخابات الأمريكية هناك ناس تقول لك والله في رأيين في رأي يقول لك والله بايدن فوز بايدن سيؤثر على المنطقة هناك ناس تقول لك بايدن القضايا الخليجية هي يعني ممكن حتى لا تكون أولوية هي واحدة من مجموعة قضايا خارجية وفي عندهم قضايا داخلية أمريكا يجب أن نفذها ب4 سنوات حتى في وايد اي شاء سواها الرئيس السابق والرئيس الحالي اللي حيما خلصت حقبته يحتاج أنه يعدلها ويعيد ترتيبها فهو هل نحن هل ننظر أنه يخلص بايدن من هنا بي حق الخليج من الصوب الثاني ولا نلا يبالرئيال عنده ويسويها الخليج من الشغات اللي يعني يعني يتعامل معها لكن هناك ناس تقول لأ هو من الأشياء التي سيكون حيلا حريص عليها القضية الخليجية سنقول ولا نظرتها للخليج لأنه عنده آراء في مثلا الشقيقة الدولة الشقيقة السعودية يشوف دائما اللي يقال في الحملات الانتخابية غير عن الواقع لما الواحد يوصل تعرف الحملات الانتخابية المرشح فيها يبحث عن النجومية والنجومية دائما خارج المسؤولية يعني النجومية في المعارضة عادة ليست في السلطة لما تصير من السلطة ما تصير نجم تنجم لما تكون معارض وهذا يقولون كلام كثير وقال كثير قال ترامب وهذا فعلتهم تركيتهم أول ما وصل راح السعودية صح أول زيارة أول زيارة فكان فيها رمزية واضحة لأهمية السعودية بايدن عنده ملفات يقدر يسويها يقلب المعادلة مباشرة مثل العودة لاتفاقية المناخ في باريس وحط لها جون كيري صح ما أدل يحط جون كيري مهورد يحط على القور لأنه المهتم بالبيئة صح ومسوها فيديو بالنسبة لمنظمة الصح العالمية راح يرد هذه سهلة لأنه راح يقول نحن نبحث عشان صح المواطني سهلة بعض الملفات لا صعبة في موضوع التفاقيات أو تعريفات الجمهورية التي فرضها ترامب على الصين أو بعض الصناعات الصينية هذه ما تصير دون مداولات وإعادة مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني ما راح يصير دون إعادة مفاوضات لا لا لأن صار فيه معطيات جديدة أهمها أن إيران نفسها قال مدام هذا شكل الاتفاقية نحن في حل من هذا الاتفاقية وراحوا خرقوا يعني ومعادة أي دولة أنها تتفق وي أحد يعني شكل اتفاقية أو المفوض هذا ما يصير يعني بغض النظر أي رئيس يمسك المعاهدة معاهدة الاتفاقية اتفاقية هذا اللي عرف فبأي حق الأمريكا اللي هي مفوضة تكون قدوة للالتزام في الاتفاقيات تشك اتفاقيانا هذا ما فهمت صراح لا هو طبعا من أول شيء قال أنا هذا الاتفاق غير عادل وما رح مزقه وطبعا حجته لما ألغى الاتفاق على فكرة مو لأني وبعيدة المدى ونعتبر أن هذا خرق لهذا الاتفاق هو طبعا الخرق الأكبر للاتفاق هو أن الاتفاق يفترض أن يكون اتفاق سلام أليس كذلك هو الحد من الأسلحة النووية التي تشكل خطرا على السلم العالمي والسلم في المنطقة طيب صار الاتفاق صار صار تغول حربي وليس تغول السلام من قبل إيران في المنطقة أوباما أطلق يدها وأطلق يدهم في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان وتبجحوا بأننا نسيطر على أربع عواصم عربية بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء هذا بحد ذاته هو خرق لفكرة الاتفاق بأنه اتفاق سلام ناهيك عن أنه طبعا عنده بنود كانت انتيا ترامب يبرر فيها تمزيق بس ترامب 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 ماكو ماكو منه وهو غير الآن هل تعتقد بأنه بس يجي بايدن يعود الاتفاق مرة أخرى لا أعتقد طبعا هناك تفكير بأن الديمقراطيين يعتقدون بأن يجب أن يعملوا على دمقراطة هذه المنطقة من أجل مصالحهم وهذا ما رح يصير لسبب أساسي هو أن أنتوا يعني أيام ووباما يعني لم يعملوا على دمقراطة العراق بل تخلوا عن العراق وعن مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية وهذا الكلام قلت في 30 أكتوبر 2008 قبل الانتخابات الأمريكية بين أوباما وجون مكين بأيام طبعاً كان كثير من الناس ما يحبون طبعاً جولج بوش النغازة العراق في المنطقة يعني ويبون هذا لأن يعني من نفس الحزب يعني الجمهور لا هذا أنت يا أوباما تقصد مكين إنه ما يبون مكين رجال اسمه برق حسين أبو عماما يعني ما جنا مننا يعني اسم أبوه اسم حسين واسم براك براك يعني بالعبري برق برق هو اسم تلمودي قديم يعني ببليكا نعيم براك بمعنى برق فاسمه برق حسين أبو عماما يعني جنا مننا يعني لونه قريب لوننا وابو اسمه حسين يعني أكيد بيصير معانا واللي صار هو العكس تماماً من الأسف حتى فيما يتعلق بالعراق يعني هو يعني تخلى عن العراق وعن مسؤولية الأخلاقية والسياسية ولم يعمل على دمقراطة العراق بل على العكس أتى بقوة طائفية ممثلة بالمالكي الذي عمق الجرح الذي لا يزال ينزل طائفياً في العراق ولم يكن قادر على أن يحد من تغول نتنياهو بل على العكس راح نتنياهو كشت فيه مثل ما نقول بالشعبي وما صارت بالتاريخ أن رئيس دولة يروح يكلم برنامان بدون دعوة من رئيس الدولة لأنه راح الكونغريس وكشت في أوباما وهو في البيت الأبيض وأول زيارة لها راح لها قاعد وجدامت أنها تلميذ يقول لها عن واقع الشرط الأوسط أنت ما تفهم واقع الشرط الأوسط وأنت كذا وعقب الاتفاق يعني أوباما هان الأمريكان يعني بالنسبة لأنت المتسمى صداهم مثلاً وقعوا الاتفاق مني مع إيران راحوا الإيرانيين اختطفوا جنود بحرية أمريكان وحطوهم بالتلفزيون ويعترفون ويعتدرون وإحنا عاسفين وإحنا بيشين وكذا والدولة الإسلامية طبعاً الحديث عنها هذه بس فيناس تقولك لما إذا شفنا نتنياهو معاجبة الوضع فهذا شيء زين بالنسبة لنا فهمت قصدي؟ يعني هذه من الشغلات المؤشرات إذا نتنياهو معاجبة فهذا شيء صالحنا يعني إذا عاجب إيرانيين الوضع يعني بنجاح بايدن هذا زين لنا بعدهم أريد أن يفهمها كذلك القصد أنه يعني هو ما قدر يحقق شيء هذا اللي قصدته يعني يعني رغم الإهانات التي تلقاها من نتنياهو لم يستطع أن يحقق شيء وبالتالي عودة إلى بايدن أعتقد بأنه سيلتهي في الملفات الداخلية في أول سنتين من حكمة وبعدها لا أعتقد بأنه حتى يمكن أن يكون قادر لا بدنيا ولا ذهنيا على المواصلة وسيكون الفريق اللي حواليه بالذات كما لحائبة الرئيس مؤثرة جدا في إدارة البيت لا بيض والإدارة القادمة متواصل كواك الله دكتور استفت منك وايد وأثريت الحلقة واللقاء و عفو مشكور أنت اللي مشكور يعني والله وايد استفت أنا عن نفسي لا عفو مشكور عليتك مشكور على وجودك مشكور على إفاةك لنا اليوم خاصة بهالوقت دكتور نحن محتاجين كشباب أن ننظر إلى أو تعرض عيني نماذج تفكر بطريقة ممكن تكون مختلفة أو طريقة نحن نطلع لها فنحن واجب عينينا كبرنامج بدون ورق أن نحن نوفر هذه النماذج خاصة في مقر بدون ورق اليوم الوعي أكثر سياسي وإن شاء الله ما تكون آخر مرة لا أنا ودي الحقيقة يصير فيه حوار يعني حول الشباب وهم الشباب الكويتي صحيح أن أنا معني من الشباب بس أدعي كيف أقول لهم أشان الكلام أشان الكلام أشان الكلام بالتليفون كبر الله تي فشان الويكيبيديا أشان الكلام أشان الله عليك الله يحفظك دكتورنا كيف أقول ما هذه أنا أصرفوا معي حس شبابي يعني الله يحفظك الدعي بأني قريب لهم يعني مع طلبتي مع كذا بعدين تصني أجيال يعني تعاقبت علي فدعي بأني راصد لتحولات الأجيال من أكثر من 35 سنة وانا في جامعة الكويت يعني ما بين مدرس ومعيد وأستاذ وخلافة فأرى بأن في كثير من الأشياء للأسف شديد لا نهتم لها فيما يتعلق بالشباب يعني معقولة يا جماعة مدينة مثل الجهرة فيها نص مليون بس نادي واحد لا مو نادي كنا فود كورت كل مطاعم شنو كذا ليش يا جماعة شديدة من نادي شهدين عشان شديد شوف الشباب يقحصون وما يدون يروحون وكذا يعني ويمكن يلجأ إلى يعني أول شي الدورة لازم نسويه أنه تمتص طاقة الشباب بما يفيدهم يعني الدوبيين هذا اللي يطلع بالمخ اللي يطلع على المخدرات يطلع على الرياضة يعني صح الهرمون هذا دوبيمين صح ايه دوبيمين صح ف يعني شون شون نخلي الشباب جديد ليش يعني يعني معقولة من بلد فيها أربع ملايين طبعا كويتي مليون شوية ما فيها الأربعة عشر نادي الأربعة عشر والخمسة عشر خمسة عشر حين مع برقان مع برقان يعني ما في أحد يعني يعني يهتم للشباب اللي بهالكلام والتعليم تعليم يا جماعة قاعد يحصل ثورات فيه احنا غافلين عنها احنا مو انا ما ادريش كثر في ناس مثلا من من يقومون على التعليم يفهم ماذا يقصد بفلسفة التعليم عبارة فلسفة التعليم يعني ما ادريش كثر يعني اللي يفهمون بهالقصة اللي هي باختصار يعني ماذا تريد ان تصنع من الانسان الذي يولد اليوم بعد عشرين سنة اشتاب تسوي منه طيب في ظل هذه الثورة الرقمية اللي قاعد تصير وفي ظل هذه التغيرات المعلوماتية اش بتسوي بالمناهج العلوم الانسانية هذه كلها راح تلغى يعني يمكن تعطيه مبادئ مهينة حد رابع ابتدائي وبس خلاص الحين الناس يفكروا بكيفية اختصار يفكرون يختزلونها الى كلها مع بعضها عشر سنوات الى اثنى عشر سنة لأن عمر الانسان قصير يعني شنو التفكير اللي احنا ممكن نهتم فيه في موضوع الشباب ما ادري يعني ليش ليش مو مهتمين في موضوع الرياضة ليش يعني فيه شباب كويتي يعني عنده قدرات عنده طبع الكلام ممكن يقال من اي واحد يعني قاعد ينظر وان الشباب مثلا الاردني كذا والشباب المصري ممتاز ومشارف بس حقيقة انه هذي الشباب طاقات يعني هاي طاقات انت مفروض يكون عندك برامج لاستيعاب هذه الطاقات اهم هذه البرامج الف باء عندي رياضية ما يعني براحة يروحون يأجرون يأتي واحد يحط عليها سياج سيجها سيجها ولا يسوجها انت تتلم يا دكتور ويدفع صبيان نحن لخمسين دينار بالساعة ليش يا جماعة صاير يعني ليش فانا الحقيقة اناشد اناشد مسؤولين اناشد القيهات السياسية اناشد سمو الأمير لازم تنتبهون لهذا المساعد يا جماعة انتشار المخدرات بهذا الشكل مخيف انتشار ظاهرة الكآبة في هذا الجيل الرقمي مخيفة انا عندي طلبة انهارون بشي من القلق والكآبة الكآبة الحادة يعني deep depression اللي يعانوا منها يكسرون خاطري انه ما في برامج توعوية لهذا ما يدري ما يدري ما يدري ما يدري ما يدري ما يدري المخدرات شيء مخيف يعني الى الان ما في برامج يعني الاستيعاب هات الطاقات اقصد برامج وطنية شامل استيعاب هات الطاقات غير البرامج الوعظية واضح ان هذا الوعب بحد ذاته بروحه ما ينفع يعني والدليل شوفت عيني فهذه مسائل حقيقة انا اتمنى للقيادة السياسية سمو الامير يعني يوليها اهتمام وطني مهم جدا يعني هذه مسائلة يعني التعليم الرياضة طاقات الشباب يعني الظواهر المخدرات يعني هذه المسائل انا يعني ودي يصيل لها فريق خاص يتبع يعني القيادة السياسية مباشرة ويتواصل ويرصد كل هذه التوقعات يصير المرصد الوطني والمرصد الاميري للشباب مثلا غير عن هيئة شباب ووزعة شباب نفس 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 عبدالعزيز دكتور يان مناف ويقول مايسير نقول والله نبين ندعم الشباب وما ندعم هم يعني يطلعون في مؤتمرات المسؤولين الحكومين والله ندعم الشباب ويسوون يخصون مكان في الموقع للشباب لكن دعم حقيقي عملي ولا نحن نشوف شي يعني نشوف شعارات وائد شعارات نشوف لكن حتى مثلا عبدالعزيز قال لنا أننا كانت يأيتها يعني عروض أنه كان يطلع على قنوات ثانية لكن قال أنا أريد أن أدعم الشباب بالضبط لذلك أنا وائد أقدر الأشياء هذه ونقدر ونقدر الأشياء هذه والثقة التي تعطونا إياها دكتور نحن نقدرها ونحاول كثير ما نقدر أن نأخذها إلى مكان ما يفيد في باجة الشباب أتمنى شكرا عليك مرة ثانية دكتور ومرة ثانية إن شاء الله هذه موآخر مرة ونشوفك إن شاء الله على خير شكرا لستغافة أتمنى لكم التوفير مشكور على خير فهمنا